اشتركوا في القناة 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 دنبل است اشتركوا في القناة 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 حسان قوم يا حسان ما تتكسلان وحل الأسئلة سؤال هفتم دختر اتاق است دختر کچک در اتاق است سؤال هشتم مرد پله است مرد بزرگ روية بله است سؤال نهون قربه ديوار است قربه سفيد روية ديوار است سؤال دهون باين في جدول كيف بده حلو هيدا صعب اين كتابه كتشكه من است این ميز تمیز تو است این قلم آبی او است این اتاق بزرگ ما است این خدروی سبز شما است این خانه زیبای انها است سؤال یعوز دهون مثل محسن تلویزیون سؤال یعوز دهون اسم حسن محمود اسم پدر حسن محمود و اسم مادر حسن زهرا است اسم مادر حسن زهرا است حسن محمود نیست حسن پدر محمود نیست محمود فراغ زهرا است محمود شوهر زهرا است حسن مرخلن فاده قازم و زینب است حسن برادر بزرگ قازم و زینب است حسن حسن برادر بزرگ قازم و زینب است زینب حسن است زینب قازم و حسن است زینب خوهر قازم و حسن است سؤال دوازده هم اینجا دانشگاه محسن است محسن در دانشگاه است خانم آقای محمدی همکلاس محسن است آقای محمدی همكلاس محسن است خانون آقای ایرانمنش محسن است آقای ایرانمنش پدر محسن است محسن پیر جوان است محسن جوان است سؤال سیزده هم من پرستار خوبی نیستم تو دانشجوی بدی هستی او معلم خوبی نیست ما شاگرد خوبی هستیم شما راننده بدی نیستید آنها یا ایشان کشاورز خوبی هستند پروین زن مرد است پروین زن است محسن زن مرد است محسن زن است محسن مرد است من خود رو دارم تو خودکار داری او کتاب دارد ما کفش داریم شما پیراهن دارید آنها یا ایشان گلدان داران خلصو نارجع روح نیم بل ازن منک اخ محسن فینی نیم؟ هه طب یلو روح نیم موسیقی موضوع درس اليوم بدایتاً الكلمات المشترکه بين اللغتین لیکن الاشتراک في اللفظ و الاشتراک في المعنى هناک فرق بين هدین الاشتراکین فكما في الحلقات الاولى من البحث ذكرنا ان من النقاط التي و النقاط الاجابية التي تساعدنا لدراسة اللغه الفارسیه ان هناك الحروف الهجائیه اكثرها مشترکه الاشتراک و الشكل للكلمات مشترک وهناك مفردات كثيرة بين اللغتین وربما جاءت اكثرها من العربية الى الفارسیه لكن انا اريد ان ابین الفرق بين الاشتراك الذي نسميه بالاشتراك في اللفظة والاشتراك في المعنى فعلى سبيل المثال كلمات دخلت من العربية في الفارسیه اما هذه الكلمات نقصمها الى قسمين قسم منها يستخدم بنفس المعنى في العربية و قسم منها يستخدم بالمعنى الاخر ولا بد ان نلاهد ان هذه الكلمات ليست مشتركة في المعنى بالشكل الكامل على سبيل المثال مثل كلمة جامعة في العربية موجودة و في الفارسیه لكن في العربية مكانها دراسات علیه والباكالوريوس الليسانس او الماجستر او الدكتورا هذه المراهب الدراسية ندروسها بالجامعة الجامعة لكن الجامعة بالفارسیه جماعة الناس ويعادله مجتمع جامعية انساني فاذا نقول في الفارسیه جامعة يعني مجموعة من الناس ليس بمعنى مكانه دراسي او كلمة مجتمع كلمة مجتمع في الفارسیه يعني مجموعة من الشيء مثلا في الفارسیه نقول مجتمع مسكوني لكن في العربية لا نستخدم كلمة مجتمع بهذا المعنى نقول المجمع السكني المجمع سكني في العربية في الفارسیه نقول مجتمع مسكوني فكلمة مجمع معادلها بالفارسیه مجتمع لكن المجتمع بالفارسية في العربية نسميها بمجموعة نقول المجتمع الصنائي مجموئية سنأتي فهذه الكلمات ضرب من الكلمات المشتركة في اللفظ لكن مختلفة في المعنى مثال آخر كلمة مخالفة مخالفة في الفارسية يعني أدم القبول للشيء مثلا نقول من مخالفة نازر شما هستام يعني أنا أخالف رأيك أنا أخالف رأيك بالفارسية ما المخالفة نازر شما هستام لكن المخالفة في الفارسية ما معنى المخالفة سميرة هل تعرفين ما معنى مخالفة تخلف آه مخالفة في العربية بمعنى تخلف لكن في الفارسية بمعنى مخالفة كاردان قبول نكاردان صحيح نعم وكلمة اختلاف كلمة اختلاف اختلاف في الفارسية يعني عدمه الملائمة بين الشيئين لكن في العربية بمعنى الذهاب والإياه رافت آماد اختلاف يختلف الناس إلى سوق ماردون ببازار رافت آماد ميكوناند ليس بمعنى المخالفة فمثلا كلمة بهار كلمة بهار في الفارسية يعني الفصل الأول من السنة الإيرانية وتعلمون أن السنة الإيرانية كما عندنا في العربية تنقسم إلى كم فاصل؟ فهذه أذكر أسماء الفصول في الفارسية بحار طابستان بايز زمستان بارك الله فيك نعم بحار طابستان بايز زمستان هذه أسماء الفصول في السنة الإيرانية وفي اللغة الفارسية فكلمة بهار يعني أول فصل في السنة أما في العربية بهار يعني المادة التي تزاد إلى الطعام مثل الفلفلة ومثل الصلصلة ومثل الملحة تشنيها بهار فكلمة بهار موجودة في هدهين اللغتين مشترك في اللفظ لكن مختلفة من معنى فتعلمنا أن هناك كلمات مشتركة من حيث اللفظ لكن مختلفة من حيث المعنى بين اللغتين ربما واجهتم بعض الكلمات في آخرها علامات بحاجة إلى أن نفهم ما المقصود من هذه الكلمات التي التحقت بالكلمات قبلها مثلا نعرف أن كلمة بيمار في الفارسية بمعنى المريض لكن ما معنى بيمارستان من يجيبني؟ نعم صحيح بيمارستان بمعنى المكان الذي نعالج فيه المرضى نعالج فيه المرضى أو مثلا كلمة آموزش في الفارسية بمعنى تعليم صحيح؟ ثم نقول آموزش قاه ما معنى كلمة قاه فنفسر هذه الأجزاء الزائدة في آخر الكلمات هذه الأجزاء مثل ستان سين وتا والألف والنون أو مثل قاه عرفه جي وحرف الألف والها أو كدي أو كلمة دان ونضرب أمثلة في الفارسية يدل على مكان الشيء فمثلا نقول بيمارستان كوداكستان روضة الأطفال بيمارستان بمعنى المستشفى روضة الأطفال نترجمها كوداكستان فرهنقستان المجمع العلمي فرهنقستان يعني مكانه ثقافة مكانه ثقافة مكانه الطفلة مكانه الأطفال مكانه المرضى بيمارستان أو كلمة قاه فمثلا المعهد ماذا نترجمه يا سامر بالفارسية؟ آموزش قاه نعم صحيح آموزش قاه آموزش قاه أو نقول كلمة خابقاه في الفارسية يعني ماذا؟ يعني القسم الداخلي للطلاب فالكلمات التي في آخرها ستان أو قاه أو دان مثل زبال دان مزبالة زبال دان أو دان مثل آتش دان مجمع هذه الكلمات تدل على مكان الشيء ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة